يا سيد إبراهيم حتى اللحظة حركة النهضة لم تعلن موقفها النهائي بينما هناك من يتحدث عن أنها تدبر شيئا لا يخالف الدستور ستمنح ثقتها لهذه الحكومة حكومة لمشيشي حتى تحافظ على مقاعدها حتى تحافظ على الكتلة الأكبر حتى لا تدخل مرة أخرى معترك الانتخابات ومن ثم بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر ستعمل على سحب الثقة وهي قادرة على ذلك من هشام لمشيش لا أعتقد حتى وأن عملت على سحب الثقة فإن ورأينا نفس الشيء الذي صار مع الدياس الفخفاخ يعني سيسار على رئيس الحكومة الحالي إلى تقديم استقالته قبل أن تتم عملية سحب الثقة من حكومته وستعود الكرة مرة أخرى إلى ملعب الرئيس قيس سعيد قلتها وأعيدها وأكررها هنا في قناة الغد أن الكرة ستبقى في مرمى قيس سعيد إلى حدود سنة 2024 ولن تغامر حركة النهضة في اعتقادي أن تذهب إلى هذا الخيار لأن في ذلك حركة النهضة بدأت تتآكل حركة النهضة التي انطلقت سنة 2011 في انتخابات 2011 مليون وخمسمائة ألف ناخب وصلت الانتخابات الأخيرة إلى أربعمائة ألف ناخب لا أعتقد أنها ستقدم على هذه الخطوة خاصة وأنها حسب تصريحات تعدد من قيديها وفي مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي أنها تريد المحافظة على الاستقرار في ظل الوضع المتأزم في تونس أقول أنا لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان وله أن يستعمل هذا الحق أنه شاء وقت ما شاء وبإمكانه أن يترك لحكومة الفخفاخ أن تواصل عملها لمدة أكثر مما يجيزه لها الدستور طيب